المسيرات الإيرانية أصبحت سلاحاً هاماً لروسيا في الحرب الدائرة مع أوكرانيا إذ استخدمته في الضربات الواسعة التي نفذتها ضد البنية التحتية للكهرباء والطاقة في أوكرانيا جيش الأوكراني أعلن إسقاط 13 طائرة مسيرة إيرانية الصنع في مدينة ميكولاي جنوب البلاد خلال 24 ساعة صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران أرسلت مدربين من الحرس الثوري إلى شبه جزيرة القرم لمساعدة الجيش الروسي في حل مشاكل في سربيط طائرات المسيرة التي اشتراها من طهران وفقاً للصحيفة التي قالت إن المدربين الإيرانيين يعملون داخل قاعدة عسكرية روسية في القرم التي ضمتها روسيا إليها عام 2014 وهو المكان الذي تمركزت فيه الطائرات المسيرة منذ وصولها من إيران طهران بدورها رفضت الاتهامات الغربية بتزويدها الجيش الروسي بطائرات مسيرة مؤكدة أنها ليست طرفاً في الحرب الدائرة بأوكرانيا ووسط اتهامات دولية لروسيا باستخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في شن الهجمات على أوكرانيا نفى الكريملين الأمر معلناً على لسان متحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الكريملين ليس لديه معلومات عن شراء بلاده لطائرات مسيرة من إيران البيت الأبيض كذب بدوره إيران مؤكداً أن هناك أدلة واسعة النطاق على استخدام روسيا لطائرات إيرانية ضد أهداف عسكرية ومدنية على حد سوى الاتحاد الأوروبي أعلن بدوره أنه سيرد على دعم إيران للحرب الروسية في أوكرانيا فيما اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن تزويد إيران لروسيا بطائرات مسيرة يعد خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2231 المكمل للاتفاق النووي المبرمي عام 2015